أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثمانية من جنوده في المعارك الجارية بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وأشر الجيش إلى أن أحد القتلى ضابط بردبة مقدم في قوات الاحتياط وآخر جندي بردبة رقيب وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى نحو مائة وستين منذ بدء العملية البرية في القطاع